مع بدء الحملات الدعاية الممهدة لاستحقاقات تشريعية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها في الثالث عشر من الشهر الجري تطفو على السطح دعوات تحث على المشاركة السياسية للمراتف الدوائر الانتخابية شبكات الصحفيات الموريتانيات أطلقت حملة انتبعوية لتحسيس بأهمية إشراك المراتف العمليات السياسية وتمكنها لتتبوء المناصب في الدوائر الانتخابية المحلية حزب تجمع الوطني للإصلاح وتنمية التواصل أكدنا مشاركة المرأة وتمثيلها في الدوائر الانتخابية كان حاضراً خلال ترشيحات الحزب وفي حديث لرئيس الحزب خلال مهرجان الانتخابي بمدينة نعم عاصمة ولاية الحوض الشرقي بأقصى شرق الموريتاني ضمن جولة انتخابية في الداخل ذكر حمادي سيد المختار أن تمثيل المرأة في ترشيحات الحزب بلو حد النصف متجاوزاً كل الأطرحات المطالبة بإشراك العنصر النسوي وأشر رئيس حزب تواصل إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الدوائر الانتخابية كان محل إشادة لدى الممثلة المقيمة للأمم المتحدة التي زارت الحزب قبل أيام واستفسرت عن أمور منها نسبة تمثيل المرأة داخل حزب تواصل لتتفاجأ بالمعلومات التي حصلت عليها إعطاء الحزب هذه المكانة للمرأة جاء اعتماداً على تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على إنصاف المرأة وإشراكها في العمال النبيلة المتصلة بصالح العام وخدمة المجتمع كالعمل السياسي الإصلاحي وفق بيان رئيس حزب تجمع الوطني للإصلاح وتنمية تواصل على هامش مهرجان شعبي في مدينة النعمة ومن قبل انتقدت ناشطات في المجتمع المدني ضمن فريق المناصرة للمشاركة السياسية للمرأة انتقدنا تراجع تمثيل النساء في الدوائر الانتخابية بعد إعلان الأحزاب السياسية ترشيحاتها للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية ونظمت الناشطات وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بنوكشوت احتجاجاً على تراجع التمثيل النسائي في ترشيحات الأحزاب السياسية وسبق لفريق مناصرة المشاركة السياسية للمرأة نلتقى بعض أطراف المشهد السياسي في البلاد وناقش معهم السبل الكفيلة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الدوائر الانتخابية وقالت النساء الناشطات في الفريق إن هناك تراجعاً على مستوى التمثيل النسائي في الدوائر الانتخابية الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر